يقول المصنف من أراد الحج فليبادر أي فليبادر إلى الحج واليبادر إلى الاستعداد له وهذه يتعلق بها حكمان الحكم الأول أن الحج واجب على الفور لمن كان مستطيعا فكل من كان مستطيعا المال وهي الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج إذا كان إما ببدنه إن كان قادرا ببدنه أو بالإنابة لغيره إن لم يكن قادرا ببدنه فالاستطاعة هي بالمال كما جاء في الأثر هي الزاد والراحلة وأهل العلم يقولون إن الأمر للفورية إن الأمر للفورية عموما وفي الحج على سبيل الخصوص ولذا قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن آمر أن أكتب إلى الأمصار لمن لم يحج فأضرب عليهم الجزية من باب التشفيه لهم بغير المسلمين وإلا فهم مسلمون ولا شك وهذا يدلنا على أن الحج يجب على الفور فكل من وسع الله عز وجل عليه وكان في ماله فضل للزاد والراحلة فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام وهي مرة في العمر هذا الأمر الأول فهي المبادرة إلى الحج وجوبا لأنه فرض الأمر الثاني في قوله فليبادر أي فليبادر إلى فعل أسباب الحج لمن أراد الحج فيبادر في التخلص من المظالم ويبادر في تطهير نفسه من الغل والحسد وغير ذلك من الأداب التي سيردها المصنف ولا تكون هذه الأداب في آخر لحظة قبل سفره وإنما يكون قبل سفره